قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة سيدنا سليمان الحكيم عليه السلام الجزء الخامس يا جماعة المرة الفاتت وقفنا وين؟ أهلا متذكرين أنت وريتين استعدادة الملك سليمان لبناء بيت الله وكلمتين على عدد الكبير اللي استخدموا من العمال في الاستعدادات دي صح 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 كلامك صح طيب أها بعد الاستعدادات دي يا جماعة الملك سليمان بدأ بناء بيت الله في فصل الربيع من سنة 480 لخروج شعب بمسرائيل من مصر وعملية البناء اكتملت في سبع سنوات وكانت مقاسة البيت ده بالتقريب كالقاتي طوله 30 متر وعرضه 10 أمتار وارتفاعه 15 متر كبير كبير شديد وفي داخل الملك سليمان جحز الغرفة اللي بيكون محفوظ فيها صندوق أهضلة بتدعمل فيها شعائر الكفارة كمان مرة واحدة كل سنة والمكان ده بيسموه المقدسة الداخلة الله قال لي سيدنا سليمان بخصوص البيت اللي بتبنيه ده أنا ححقك بواسطك وعديه العهد تبيه أبوك داود بأني أكون مع شعبي بن اسرائيل وما أتركهم بشرب إنك تنفذ واتطيع أحكامي وفرايدي أيوان لما بين البيت اكتمل الملك سليمان خد في الخزن الجواه الحاجات المصنوعة من الدهب والفضة اللي كان أبوه داود مخصصة لبيت الله والملك سليمان بنى البيت ده بطريقة هندسية بديعة يطول وصفه كل تفاصيلة موجودة في سفر الملوك الأول وأنا برضو يا خلت صفية قرأت إنه الملك سليمان بنى قصره ومبنى غابة لبنان اللي كانت جزء من القصر البنى داكتمل في 13 سنة صح وكانت مقاسات القصر بالتغريب كده طوله 50 متر وعرضه 25 متر ارتفاعه كان 15 متر داك كلم صحيح والقصر دد بنا بطريقة هندسية بديعة ورايعة جدا جدا دا كلام صح وصف البنى دا اتخيل لي موجود في سفر الملوك الأول هدون فورصة احكريكم يا جماعة بقينا نبحث ونقرأ لا والله يا عظيم جدا اللي لا ماتاي شاي أخذ صبي ولا يخي كده خلوا ندقيقة عمل ليكم شاي واجيكم راجع كويس يلا سيدنا سليمان قرر نقل صندوق عهد الله من القدس القديمة اللي بيطل البناه في امتداد المدينة الجديد وده أثناء قدوم بن اسرائيل للاحتفال بعيد الخيام عشان كده جمع كل قادة بن اسرائيل للغرض دا طيب لو سمحت يا خلتي صفية نعم يا عماد القصة دا السانف هي متا كويس أها بس عيد الخيام دا دا شنو طيب أنا أوريك عيد الخيام دا شنو وأسمعوا كلهم عيد الخيام دا يا أولادي هو عيد بن اسرائيل كان بيحتفل فيه بذكر سكنهم في الخيام لمدة أربعين سنة في الصحراء بعد طلوعهم من مصر أها لما الناس زيل جول الاجتماع الأحبار شالوا صندوق العهد ووضعوه في بيت الله وبقيد قبيلة لاوي ابن يعقوب شالوا في نفس الوقت خيمة العبادة القديمة بما فيها العدة المقدسة اللي كانت فيها وحفظوها في مكان معين في بيت الله هاي قبيلة لاوي دا هم من هي خلتي صفية قبيلة لاوي دا جماعة هم أولاد لاوي ابن سيدنا يعقوب تحت أجنحت الملكين اللي كانوا مادين جناحتهم فوق مكان الصندوق بالزبط هذا كلام صحيح والعسل بتشال منها قالوا كانت طويلة جداً لدريت إنها بتتشاف خارج المقدسة الداخلة كلام صحيح وهي كانت موجودة هناك لفترة طويلة أما الصندوق ما كان فيه غير لوحي من الحجر خطاهم فيه سيدنا موسى عليه السلام في جبل طور سيناء صح لما الله عمل عهد مع بني إسرائيل بخصوص طلوع من مصر هذا كلام صحيح صح وبعدما الأحبار خطوا الصندوق وطلعوا من المقدسة الداخلي ما قدروا يعملوا العمل المفروض يعملوه لأنه جلال الله كان في سحابة مل البيت هذا كلام كله صحيح وبمناسبة اكتمال بيت الله الملك سليمان خاطب الله وقال يا رب أنت قلت إنك مستقر في غيمة ضباب وأنا بنتليك البيت العظيم ده عشان ذكرك يكون فيه للأبد ومجموعة كبيرة من شعب بني إسرائيل يا جماعة كانوا واكفين هناك وسيدنا سليمان اتلفت عليهم معامل خطة قال فيها تبارك المولى رب شعب بني إسرائيل الحق قوعده لأبوي داود لما قال من اليوم الحررت فيه شعبي بني إسرائيل من مصر ما اخترت أي مدينة من مدنهم عشان تبني فيها بيت إكراما لإسمه وإنما اخترت عبدي داود عشان يحكم شعبيه بني إسرائيل وطبعا كان في نئة أبوي الملك داود إنه يبني له بيت إكراما لإسم المولى إلهنا لكن الله قال ليه أنا عارف إنك متمنى إنك تبني بيت إكراما لإسمه ودي كانت نية صادقة لكن هذا البيت ما حتبنيه إنتا حيبنيه إبنك اللي هو من لحمك ودمك وإله حقك وعده وفقيت أنا الملك بعد أبوي داود واستلمت الحكم حسب مشيئة الله وكلامه وبنيت البيت دا إكراما لإسمه وجهزت فيه المكان للصندوق الفيور عهد الوعد الله بيه أبواتنا لما طلعوا من المزر وبعد كده سيدنا سليمان وقف جدام المنصة اللي بتتقدم عليها الضبايح ميجابي لكل جمهور بن إسرائيل وبرك على ركبه ورفع يدينه للسماء ودعا الله وقال يا ربي إله بن إسرائيل ما في إله مثلك في السماء والأرض أنت بتحفظ العهد وترحم عبيدك اللي بيسيروا في طريقك لجلوب سليمة أنت حفظت عهدك مع أبوي داود زي ما بنشوف اليوم ودلوقت يا ربنا وإلهنا أحفظ وعدك لعبدك أبوي داود لأنك قلت ليه إذا أولادك سار في طريقي وعمل بأحكامي زيك أنا هاجعل الملوك الحيتول لحكم شعب بن إسرائيل يكون دائما من ذريتك يا رب أنت مقامك كبير وإذا كانت السماوات ما قدر مقامك يبقى البده شنوب النسب ليه وفي صلاته سيدنا سليمان سأل الله أنه يتقبل دايما دعاه ودعاء شعبي بن إسرائيل ويحرس البيت اللي تبنى عشان يذكر فيه اسمه وسأل الله أن ينصف المظلوم ويعاقب المذنب ويغفر زنوب عباد بن إسرائيل إذا تابه ويرسل المطر عشان يحيي أرضهم وينصرهم لما يحربوا أعداهم كمان طلب من الله أنه ما ينسى الغريب لما يدخل ساحة بيت الله ويدعوه وأني يستجيب لدعاه عشان كل الشعوب تعظم اسمه وتخافوا زي شعبي بن إسرائيل وكمان قال يا رب ما في زور ما بيغلط ولكن إذا عبادك بني إسرائيل غلط في حقك وينت غضبت عليهم وينهزموا بسبب غضبك ده وعدوهم أسرهم وأخذهم لبلاده بعيدة كانت ولا قريبة وندموا وهم في البلاد اللي أسروا فيها وتابوا وسألوك وقالوا نحن غلطنا وانحرفنا واذنبنا ورجعوا ليك من كل قلوبهم وهم هناك في بلاده أعداهم وأسرهم وصلوا ليك ويذكروا ردهم الأدية اللي أجدادهم والمدينة اللي اخترتها والبيت البنيته عشان يذكر فيه اسمك يا رب يا رب من مقرك في السماء أسمح صلاتهم ودعاهم وحكم في صالحهم واستجيب ليهم وأغفر ليهم كل سيئاتهم ونزل الرحمة عليهم في قلوب أعداهم يا رب هم شعبك وميراثك اللي أخرجتهم من مصر من وسط العذاب وسيدنا سليمان لما انتهى من كل الصلاة والدعاء لله جاء من المكان اللي كان بارك فيه على رقبته ووقف وقال للشعب بصوت عالي تبارك الله الحرر شعبه من العبودية وريحه حسب ما وعد وما خيب واحد من وعودة الصالحة الوعد بها بواسطة عبد النبي موسى نسأل المولى إلهنا إنه يكون معانا دايما زي ما كان مع أبواتنا قبلنا نسأل إنه ما يتركنا وما يهملنا ويهدينا عشان نتبع طريقه وإحكامه ونقدي فرايده زي ما أمر بها أبواتنا وأتمنى إنه يستييب المولى للدعاء القلته الليلة في حضرته وعال الدوام ويكون في عونه وفي عون الشعب بني إسرائيل حسب حواجتهم في كل يوم عشان كل شعوب الأرض تعرف إنه المولى هو الله ولا إله إلا الله يا شعب خلوا قلوبكم مخلصة للمولى إلهكم واتبعوا طريقه وأحكامه دايما زي ما بتعملوا دي الوقت طيب يا جماعة خلونا نقيف هنا الليلة ونواصل مرتانا تحييز الروك أخرج توماتر شيخ الدين ترجمة نانسي قنقر